سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي يعد من أكبر التجمعات الرياضية العالمية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحقيق مملكة البحرين إنجازا غير مسبوق بالحصول على المركز الأول في البطولة على مستوى الفرق في مدينة بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأكد سموه أن هذا الإنجاز هو ثمرة للدعم والرعاية التي للقطاعين الشبابي والرياضي من قبل القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على متابعة كافة الأنشطة والفعاليات للنهوض بالشباب البحريني وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الخارجي والعالمي كما أضاف سموه أن الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في البطولة تحقق بفضل الجهود والاستعدادات المكثفة لسموه وحرصه على تشريف مملكة البحرين بالإضافة إلى الروح التنافسية القوية والعزيمة التي يتحلى بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي مكنته من تحقيق إنجاز جديد غير مسبوق يضاف إلى سجل مملكة البحرين ورفع اسم مملكة البحرين في أكبر المحافل الدولية كما أشار سموه إلى أن هذه النتيجة المتميزة تعتبر نتيجة الخطط والبرامج وترجمتها بشكل سليم لتحقيق الإنجازات والنجاحة فإن النتائج المميزة التي حققها الفريق البحريني في البطولة تدل على أن الفريق في طريقه لمنصات التتويج متمنيا سموه النجاح والتوفيق لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ولكافة أفراد الفريق في مشاركتهم ببطولة العالم للفرق للرجل الحديدي المقرر إقامتها في كرواتيا في شهر سبتمبر المقبل